بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن طريقة تفكك جزيئات الماء إلى آيونات الهيدروجين والهيدروكسيد وهو عبارة في المعادلة التالية راح أشرحها بالتالي HO2 يساوي H زائد زائد OH سالب فهذه المعادلة يحصل تفاعل عكسي يمكن أن ينفصل جزئيات الماء ليكون آيونات كما في المعادلة السابقة ولأن آيونات الهيدروجين والهيدروكسيد تتكون من تفاعلات كيميائية وذرية عميقة جدا في التفاعل فهي تعود وتتحد مرة أخرى لتكون جزء ماء ويسمى ذلك التفاعل العكسي تدل على التفاعل العكسي مثل ما تكلمنا بالرغم أن جزء الماء يمكن أن ينفصل إلى آيونات السابقة لأن نسبة جزء الماء إلى الآيونات OH سالب OH زائد في جسم الإنسان حوالي خمسمائة مليون ماء إلى واحد آيون وذلك من نعم الله علينا سبحانه يعني تخيل حوالي خمسمائة مليون ماء إلى واحد آيون وذلك شيء عجيب جدا طبعا الله نعم علينا بهذا الشيء حيث أن أي تقيير البسيط في تركيز آيون الهيدروجين في جسم الإنسان ممكن أن ينغير من طبيعة خلاياها خلايا الجسم تتقير في أي تغير من الهيدروجين وبسبب وقف للعمليات البيكوربية وكيميائية في جسم الإنسان ممكن يؤدي إلى الموت بسبب هذا الشيء لم يتضح حتى الآن أن جسم الإنسان يحتوي على عدد من النظم الأشياء المنظمة التي تسبب دوام المستوى الطبيعي على الآيون الهيدروجين ما في نظام عام يقدر يسيطر على النظام الذي يقير ينقص أو يزيد الآيونات في جسم الإنسان في الماء وحتى الآن إن شاء الله في بحوث جديدة راح نطلع عليها في هذا المجال وإن شاء الله يعني نعرضها عليكم ونتكلم عنها ونشرحها بالتفصيل وإلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليمي ترجمة نانسي قنقر